احنا بنقول ان الصلاة القوية اللي بيبقى بليها صوم واحنا بننبسط قوي في الصوم الكبير لان الاوداسات بتبقى متأخرة فالانسان بيصوم انقطاعي فلما بيصلي بعد الصوم بتبقى الصلاة حلوة خالص وبتبقى جميلة فعلا والانسان بيشعر بفاعلية الصلاة في حياته فازاي انسان هيخش الى محضر الله وهو شارب وبعدين عايز اقول حاجة لو الانسان مثلا راح يقابل رئيسه او المدير العمل او وزير او رئيس جمهورية هل ان هو يشرب ويروح ويبقى ريحت بقه يعني خمرة هل ده لائق بانسان يروح يقابل انسان في مركز وهو بالشكل ده مش خايف مثلا ان هو ممكن وهو بيتكلم نتيجة تأثير الخمرة الخمرة بتعمل ديبريشن الهاير سنترز اللي في البرين فالانسان ممكن يخطرف في الكلام يقول كلام مصح يغلط في الكلام طبعا يبقى مصح ده اول حاجة يعني بعدين يؤيد هذا ان فيه اية فيه سفر حسقيال واصحاح 44 وعدد 21 ايه ولك ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله الى الدار الداخلية اللي فيها القدس ما يشربش خمرة وداخل القدس القدس اللي يبقى في محضر الله ازاي يشرب خمرة وداخل القدس فعلشان كده يبقى ازا دي اول حاجة يعني في منتهى البساطة دي اول نقطة ان فعلا ان شرب الخمر ممكن يعوق استجابة صلواتنا لانه ليس من اللائق ان نقف امام الله واحنا يعني ما احناش في وعينا الكامل او الانسان كان بياخد يحتسي كأس من الخمر من اجل الفرفشة او الانبساط واخد بالك وبعد كده اقول لك اخش يعني او ادخل الى محضر الله حاجة تانية ان الخمر بتتسبب في ارتكاب اعمال مشينة يعني ايه يعني لو الانسان ابتدى انه يشرب خمرة ويفقد السيطرة على افعاله ممكن يوصل الافعال مشينة تخلي ان مش بس انه يبقى ارتكب خطية ولكن ممكن العمل اللي عمله ده يبقى ليه تأثير سيء لاجيال او لسنين طويلة زي مثلا ايه زي بنتين لوط لما ما شافوش ان فيه رجالة في الارض فعملوا ايه في تكوين تسعتاشر تاو تداتين عشان خاطر انه هما يجيبوا نسل من عزين نسل بأي طريقة يقول فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واتبعت مع ابيها ولم يعلم باتجاعها ولا ايه بقيامها سكرا سكروه فكانت خطية صعبة خالص خالص حقيقة وبعدين الحقيقة الناس اللي جاهله هو بني عمون وبني مؤاب من هذه الخطية ده كان نسل حقيقة كان يعني بداية شعب الله كتير فانا عايز اقول ده رمز انه ممكن اوي ان خطية السكر تسبب في خطية اعظم ان الانسان يرتكب عمل انه هو ممكن يجيب مشاكل لي ومشاكل لناس تاني غيره زي مثلا شاب وشابة مخطوبين وبعد كده ممكن يشربوا خمرة ولسه ما تجوزوش وممكن انهم يرتكبوا شيء انه هو ممكن اوي يكون سبب في تدنيس هذه العلاقة وكمان ممكن انه هو يكون بقى فيه بعد كده حمل وشغلانة وبالنسبة بقى للناس الصعيدة تبقى دي جريمة وممكن يبقى لها تأثير مش كويس فعلشان كده وممكن ما تتمش الجوائزة وممكن ما تتمش تبقى اسوأ واسوأ فعشان كده برضو موضوع الخمر ده لازم انسان يخلي بالي منه لانه الموضوع بيبتدي بكاس الأول وبعد كده كاسين وبعدين ثلاثة وبعدين اربعة وبعدين انساني نفسه انه هو اصبح يتعود على شرب الخمر والتعود بقى ادمان وبعد كده الادمان يتحول الى سكر والحقيقة نتكلم في الموضوع دي بعدين خصوصا لو بلد يعني الحصول على الحاجات دي سهلة جدا واسعار رخيصة يعني بتبقى يعني في متناول اليد كل الخمور والحاجات دي عشان كده بوليس الرسول قال ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا بالروح لان الخمر فيه خلاعة وممكن يؤدي الى عواقب وخيمة ومش بات سلود ده نوح ده شرب نوح من الخمر فسكر ايه وتعرى واحنا عارفين بقى اللي عملوا ابنه وشافه او بعدين اخواته اللي اتنين جمغطوه الى اخره فدي حاجات ممكن ان هي تكون بسبب الخمر هذه اعمال ايضا الاعمال المشينة الحاجات التالتة الخمرة تسبب الضلال والتيه يعني ايه يعني الخمرة تخلي الانسان ان هو يضل حتى الانسان اللي تبقى حياته الروحية منتظمة وليه عبادة وليه شركة مع ربنا لو ابتدى يتعرف على طريق الشرب هيلقى انه هيخش فيه طريق ضلال لان الشرب باستمرار محتاج الى اصدقاء او صحبة اخرى ناس تشرب يحبوا يشربوا مع بعض وتملي الشرب بيكون معاه حاجات تانية فعلشان كده الحقيقة يعني فعلا ممكن تسبب الخمرة الى حالة من الضلال والتيه وده موجود في اشعية 28-28 ولكن هؤلاء ايضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاهى من المسكر ضلوا في الرؤية قلقوا في القضاء فان جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا ليس مكان فيش مكان ده يوري قد ايه ممكن ان الخمرة تكون سبب في الضلال حتى مش بس للانسان اللي هم يعني متدينين لكن ده بقول لك النبي والكاهن يعني وصلوا الى مراتب روحية او لهم درجات روحية او حتى درجات كناسية علشان كده مهمة اوي ان الانسان يعرف هذه الحقيقة ان فعلا لو الانسان فيه حياته عادة شرب الخمر يكون ده معطل لحياته الروحية واستجابة صلواته الحاجة اللي بعد كده الخمر غادرة ومستهزئة الخمر غادرة يعني ايه غادرة يعني ممكن هتغدر بالانسان تغدر بالانسان يعني يعني تسلمه الى المهانة يعني احنا عارفين هنا لو انسان شارب خمره ساعة رضي حيوقفوه وبعد كده يخش حطه في ايده كلبشات وبعد كده يروح السجن الى اخره وشغلانة بقى لو تقرر مرة ولا اتنين يسحبوا منه رخصة المرور الى اخره ففيها طبعا فيها غدر وفيها مهانة في حبقوق اتنين خمسة يقول وحقا ان الخمر غادرة الخمر غادرة الرجل متكبر ولا يهدر فاذا الخمر ممكن انها توصل الانسان الى حالة فيها انه يبقى مهان من اجل استعماله الخمر الحاجة التانية برضو الخمر مستهزئة موجودة في امثال عشرين واحد الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم الخمر مستهزئة لانه الانسان اللي بيسقر ممكن بيعمل اعمال لا تتفق لها مع مكانته الاجتماعية او مكانته الروحية او مكانته الاسرية فعلشان كده فعلا الخمر مستهزئة فعلا الانسان اللي بيشرب ويشرب لغة لما يفقد صوابه ده انسان بيبقى هزء في وسط المجلس فعشان كده حقيقة يعني ده الخمر وزي بنقول ان احنا يريد زي من المسيح كلمنا عن الزنا حذرنا من اول شيء في خطيط الزنا قال من ينظر الامرأة اللي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه كمان يريد ان احنا يعني نخلي بالنا من خطوات اللي ممكن تبتيه صغيرة قوي في موضوع الشرب لغة لما الانسان يبقى يقع فريسة للإدمان والسكر هو يبقى مش قادر يطلع من هذه الخطيئة دي ما فعلا يعني الحقيقة يعني حالة بشع جدا للانسان اللي بيوصل انه يبقى عبد اللي موضوعه شفنا يعني موضوع الخمر وازاي بتهين الانسان وبتبهدله وبيكون يعني تلاقي انسان يبقى قعد محترم ولما يبقى يشعب ويشعب